موسيقى خذها قاعدة تعليم كراهية الفن والموسيقى برمجة لإذلال الشعوب وعندي كتاب مجاني في الإنترنت اسمه الغناء والموسيقى في الإسلام الغناء والموسيقى في الإسلام تقدر تنزلها بدف فايل وهذا تقدر تقرأ وتنشرها كيفك حر أنا ما علي أي حقوق أنا ما أخذ حقوق على فكري ولا أخذ حقوق على أرائي ولا أخذ حقوق على هاي شيء لا علاقة بالدين ما أخذ علي حقوق أخذ حقوق على الجهد فقط والكتاب بمناسبة ذكر الكتاب أنا كتبته مو بصياغتي يعني كتبته بالطريقة المتدينة يعني كتبته كأني صلاح الراشد المتدين وكتبته بهذه الصيغة فهذا لما يقرأه شخص وعطيته كبار علماء في الكويت عطيته مجموعة أنه يقرؤونه وعلقوا عليه تعليقات يعني تعليقات إيجابية طبعا كذا وكتبته بالصيغة الشرعية كوني أنا كذلك دارس في الشريعة الإسلامية فأعرف الصياغة وأعرف تخريج الأحاديث وأعرف كيف أنتقي المصادر فكتبته بطريقة شرعية والكتاب فيه أحاديث والنبي الكريم وهو يسمع الغناء والصحابة يعزفون العود وكبار العلماء والخلفاء والتابعين يعزفون ويغنون وأدلة كثيرة أخفيت عن الناس البسطاء والهوجاء والمبرمجين اللي حتى ما يكلفون نفسهم يقرؤوا كتاب يأخذون بعمى من غيرهم دون قراءة ولا تمحيص بس ما أعتقد بمخه بما أن الشيخ الفلاني قال إذن ش حق أنا أكلف نفسي بس هو ما يقرأ النبي إيش قال ما يقرأ الصحابي إيش قال ما يهمه لأن الأحاديث هاي اللي أنا ذكرتها فقط فقط هي الأحاديث التي يقرون هم بصحتها بس ما ذكرت شي ما يقرون بصحتها لا فأنا حطيت الحجة جداً ما هذا منطقكم تفضل هذا الحديث فأروح أقرأ الكتاب وعطى شيخ يقرأه اللي أنا تحديت فيه من يوم طلعت الكتاب لليوم صار لأكثر من 13 سنة و14 سنة تحديت لليوم ما حد رد عليه لليوم تحديتهم وما تعرف كل ساعة رادين على أي شيء يقوله هذا كتاب كامل تفضلوا وردوا عليه ردوا الأحاديث ردوا كل الأحاديث اللي أنا ذكرتها قولوا هاي الأحاديث ما تصلح أولات ما أنزل الله بها من سلطة راحت كلك واحدة منها وإذا كنت ترى أن الموسيقى أو الغناء حرام فهذا بالحقيقة رأيك ورأيك محترم وإنت كشخصك محترم لكن لو حاولت أنك تمنع الناس أو تنشر فكرك فمن السنة أن نرد عليك لأن الساكت عن هذه المسألة شيطان أخرس ليش؟ لأن النبي الكريم في صحيح البخاري صحيح البخاري شوف هذا أنا توني حين قبل ما هذا طلعت نص الحديث ولقيت موقع اسمه إسلام ويب قلت شو بيقولون في الحديث هذا فلقيت هم حاطين الحديث نصه شاطفين النص الثاني فأنا حذكر لك نص الحديث بالكامل هو كل موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم اللي حديث هذا يسمونه حديث متفق عليه إن النبي الكريم كان جالس في البيت وبعدين عائشة موجودة جاريتان يغنيان ويدففان يغنيان معروف المعنى نحتاج نشرحه ويدففان يعني يعزفون بالآلات الموسيقية بس بذاك الوقت ما عندهم بيانو ولا عندهم قيتار ولا عندهم عود ولا عندهم كمنجة يعني باستثناء العود كل اللي ذكرتهم هذولا مخترعينهم من البشر عندهم دفطبل شي كذا بس بذاك الوقت ما في آلات موسيقية ما دخل العود يعني المدينة إلا لاحقا في بدايات عصر أبي بكر ولا في بدايات عصر عمر شي كذا فقعدين يغنيان ويدففان والنبي الكريم جالس ولاف وجهه وعايشة مستمتعة مع الجاريت عايشين حياة كريمة هؤلاء ناس أشراف ناس سعداء هو زوجته موجودين ويعبين جاريتين وقعدين يغنون والنبي لاف وجهه من ناك وجالس وعايشة مستمتعة بشر يا أخي لها الحق في السعادة واحدة من أكرم الخلق ليش ما تسعد ومتزوجها واحد من أكرم الخلق ليش ما تسعد فدخل أبو بكر أبو عايشة فقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله بس حين هذا نص الحديث اللي ذاكرنا في اسلام يعني هذا بذمتكم يوم القيامة بذمتكم إذا تروي الحديث وتوقف هنا فهو إخفاء عن البسطاء والهوجاء والمبرمجين إذا ما تكمل الحديث ما يكمل الحديث في كل مكان يذكرون الحديث في المنابر ويسكتون ما يكمل الحديث ما يجوز لك تقول ولا تقربوا الصلاة ما يجوز لازم تكلم تكمل الكلام ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة سكران لا تصلي أوكي فالناس يفهمونها كذا لكن هو يقول ولا تقربوا الصلاة وبعدين يفسرها يقول والله لا تقربوا الصلاة لأن الصلاة قد شون كمل كمل الحديث نص الحديث ويس صار بعدين طيب ويس صار فالنص له تكمله في صعي البخاري وصعي مسلم فيه له تكمله لا وحتى يا يبين قول ابن قيم الجوزية ابن قيم أصلا ما يشون فسرها فسرها من راسه كذا فقال يعني وقد استنكر أبو بكر هذا الفعل لأنه لم يكن دارجا عندهم طيب ما حشي ممكن صج مو دارج عندهم يعني العرب ذاك الوقت ما يسمعون غناء ولا موسيقى وما يعرفون هذا الشي هذا ممكن هذا وارد بس ولذلك ما استهجن عليه من قال ما كملت الحديث كمل الحديث ايش نص الحديث كمله روح طلعويا جماعة بصحي البخاري صعي المصري فالتف إليه النبي الكريم وقال له دعهما يا أبا بكر عزيزي المستمع شنو تسمي هذا هذا إنكار يعني كأنه يقول له كيف دعهما يعني اسكت خلهم يعني خلهم يستمرون لو كان هذا منكر كيف يسكت على منكر في بيته ثم حتى لو سكت طب حين دخل أبو بكر و بكر أيضا قاعد يعيش المنكر طبعا هذا لكن هم على فكرة يستدلون بقول أبي بكر ويتركون قول النبي شوف لأن منهجهم دائما دائما كذا دائما دائما أنا يكلمه في المنطق يكلمني في منطق أقل طب بعدين أيب له يعني أيب له مثلا آية قرآنية ييب لي حديث طيب ماشي أيب له حديث نبو ييب لي قول عمر أبو بكر طيب أجيب له قول عمر بالخطاب ييب لي قول تابعي دائما منهجهم المهم أنه يكون متوافق مع منهجهم في ذلك هنا هل تفهم أن هذا إنكار ولا مش إنكار هذا إنكار دعهما فإنه يوم عيد وفسر لهذا الكلام قال خل الناس تفرح يا أخي الخير في أمة انكثرت أعيادها خلهم يفرعون خل الناس تعرف أنه عندنا عيد نحن عايين نضيف غم على البشرية وحادي وأبو بكر تقبل هذا الكلام والدليل أنا ذكرت أربعة وخمس أحاديث بعد هذا الحديث أن أبو بكر تقبل هذه الفكرة فلما جت امرأة في الحديث الآخر وغنت ما قال شيء أبو بكر ساكت ولما يو عند أهل المدينة وكان يغنونها كان أبو بكر ساكت وما قال شيء وهي كلها حديث صحيح الآن لما شخص يؤمن بأن الموسيقى والغناء حرام فهذا حقه ورأيه محترم لكن إذا انكرت ننكر عليك لأن الإنكار سنة فأنت كيفك تبتأخذ بسنة أبي بكر القديمة اللي هي قبل ما ينكرها أم تبتأخذ بسنة النبي فتنكر على الشخص اللي ينكر فأي واحد يا جماعة ينكر على الموسيقى أو الغناء قول دعهما اسكت دعهما خل الناس تسعد خل الناس تفرح طبعا إذا قالوا لك بس بالعيد في ردين على هذا الموضوع رقم واحد حتى في العيد هما ما يساون شيء لو في واحد يؤمن بهذا الكلام خلي يجيب بنتين في بيته يغنون في العيد خلي يجيب بنتين وذلك أنا استدليت في عشر أدلة من هذا الحديث جواز غناء المرأة ووجود الرجل جواز غناء المرأة للمرأة جواز الغناء في العيد بعدين هم يقول له هذولا بنات صغار كيف يكوهو؟ حتى لو بنات صغار ماشي ماشي أنا طبعا جبت حديث في نساء كبار لكن ماشي حتى يب بنات صغار يغنون في العيد ويطقون بالدف ويتونسون هذه سنة عمل فيها ليش أنت محاطة السنة هذه؟ المسألة الثانية أن أنا جبت حديث في غير العيد جبت حديث ثانية ما لها علاقة في العيد فالتأويل فاسد وأيضا كذلك لم يمنع أي خليفة الغناء ولا الموسيقى أبدا يعني هم يستللون مثلا في حديث ابن عمر يقول ووضع يده في أذنيه كذا أنا مرة سألت شيخ قلت له أدانة في الدوانية؟ يعني قلت له طب أي وقت هذا عمل ابن عمر؟ قال في غالب الأحوال في عهد عمر قلت له عمر خليفة المسلمين تارك المنكر هذا في المدينة وعزف عود ودق وكذا ما يقوم يكسر العوادة على راسهم مثل ما يسور ربعنا بالصحوة قوم يكسر العوادة على راسهم صحوة وخليفة وشي منعه أصلا هذا إذا كان منكر فهذا آثم هذا الخليفة اللي تارك القرعة ترعى ليش تاركهم؟ فسكت الأخ شيخ شيش بيجاوب أول من منع الموسيقى هم خرجوا المدينة المنورة الجامعة الإسلامية في السبعينيات والثمانيينيات كانوا يخرجون للمحلات ويكسروا المحلات والآلات واستمر هذا الفعل في المملكة العربية السعودية دون أي دولة أخرى حتى عام 2014 وكان مشهور في المهرجانات الصيفية كل مهرجان الصيفية يجلبون آلات موسيقية ويكسرونه طبعا الفيديو الآن تشوفونها كلها في اليوتيوب موجودة وهي بدع وإصراف وضرر تب تكسر آلتك كيفك أنت حر آلتك وانت تدينت أنت حر تكسر آلتك تكسر أي شيء لا تملكه عليك دين وحق إلى يوم القيامة لما تسدد هذا الدين والقصد أن عمق هذه البرمجة هي إذلال للشعوب لا فن لا موسيقى لا غناء لا رسم لا نحت هل تصدق أن الطالب في بعض المدارس قد ما يتلقى أي مادة موسيقية طول حياته إذلال إرغام كسر الطفولة بحجة أنه رح يصنع بطل وش عملوا هؤلاء الأبطال هل هم فعلا صنعوا أبطال هل صنعوا مخترعين هل صنعوا مفكرين طبعا جميل يوم أنه بدت العودة للفطرة اعزف للطفل الصغير وانظر فطرته اعزف لمريض وانظر بهجته واختبر تحسنه اعزف لورده وانظر كم تعمر عشان بس تسمعك الشعوب التي لا تغني تحارب الشعوب التي لا تعزف تجادل الشعوب التي لا تطرب تخرب الفن رقي حضارة بكل أنواعه الجميلة ما دامت لا تحقر إنسان ولا تسيء للبشر فالله لا يضره أحد ولا فعل ولا قول وله مشغول فيك ولا مشغول في فتاويك ولا أنت تملكه ولا تصنعه في القرآن الكريم ولقد كتبنا في الزبوري من بعد الذكر بعد الذكر يعني من بعد التوراة هذا المعنى اللي قلنا المرة اللي فاتت الذكر هو ايش هنا لقد كتبنا في الزبوري من بعد الذكر يعني يا التوراة إذا كنت رأينا هو الكتاب يأما أنه الذكر أي القوانين اللي أنزلناها وشرعناها ولقد كتبنا في الزبوري من بعد الذكر وذلك إننا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون يعني الله نزل الذكر اللي قبل الزبور والله له وحافظ فلا صار تحريف ولا كلام كذلك قلت غير هالكلام أنت تتحرف القرآن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادة الصالحون شوف من اللي وارث الأرض اليوم لأنه لا يستحق وراثة الأرض إلا الصالح النافع لها اشتركوا في القناة